وصلت القوات المسلحة جهودها في مجال إزالة مخلفات الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية والتي تمثل 22% من إجمالي مساحة مصر تمكنت القوات المسلحة من إزالة أكثر من 25 مليون لغم وجسم متفجر وذخائر خلال السنوات الماضية ما ساهم في تنفيذ عدد من المشروعات العمرانية والتنموية المختلفة بالمناطق التي تم إزالة تلك المخلفات منها والتي عادت على الدولة المصرية بالنفع في مختلف المجالات يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير المناخ الآمن بكافة ربوع الدولة المصرية مما يسهم في دفع عجلة التنمية وتعظيم الاستفادة من كافة المناطق التي تصلح لإقامة التجمعات العمرانية والمشروعات القومية عليها